ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون للدول الخليج العربية في دورته العادية 153 الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياضة وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها بحضور وزراء خارجية دول المجلس وسعادة الشيخ انهيان بن سيف بن محمد آل انهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي سياق متصل عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات